السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثالثة المتوسط في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا عرض الصور تدوير وقص في الفصل الدراسي الأول قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزحاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي كتابي، دفتري، أقلامي الرصاص، مساحتي وبرايتي وكذلك أستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لأستوعب درسي وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا Within our own أولاً أن يستخدم الطالب والطالبة برنامج تطبيق الصور على ويندوز ثانياً أن يختار الطالب والطالبة صورة من تطبيق الصور فوتوز ثالثاً أن يقص الطالب والطالبة الصور التي اختارها من تطبيق الصور فوتوز ماذا تعلمنا؟ دعونا نتذكر ما تعلمناه في دروسنا السابقة لدينا درس إنشاء مقطع صوتي، تسجيل الصوت وتشغيل الصوت ماذا تعلمنا به؟ قلنا أن من خلال خاصية إنشاء المقاطعة الصوتية على جهاز الحاسب الآلي نستطيع ماذا؟ نستطيع التعلم وتسجيل ملاحظاتنا الصوتية المهمة تعلمنا كيف نقوم بتسجيل ملاحظاتنا الصوتية تتذكرون واجب العلوم؟ أعزاء الطلاب والطالبات لدى نورة واجب في مادة العلوم فقامت بتسجيل مقطع صوتي أن لديها واجب في مادة العلوم وقامت بحفظه وقامت بمشاركته مع صديقتها أمل إذن نستطيع أن نسجل مقاطع صوتية بواسطة أحسنتم من خلال إنشاء المقاطع الصوتية أيضا من خلال درس إنشاء وتشغيل مقاطع الفيديو تعلمنا أشياء مفيدة قلنا أن نظام التشغيل ويندوز يتيح لنا إنشاء مقاطع فيديو بشكل تلقائي وسهل من خلال تجميع مقاطع الفيديو والصور التي توجد لدينا على جهاز الحاسب أيضا نستطيع الدمج بينها وإضافة بعض التأثيرات الجميلة عليها تعلمنا كيف نقوم بذلك من خلال إنشاء مقاطع فيديو جميل جدا أيضا ماذا سنتعلم اليوم؟ هذه كانت دروسنا الماضية ماذا عن درسنا اليوم؟ دعونا نرى سوف نقوم في درسنا عرض الصور تدوير وقص سوف نقوم بقص الصور كيف نقوم بقص الصور؟ دعونا نرى كيف ذلك بعملية سهلة وبسيطة لدينا صورة للفصول الأربعة عددوا معي أعزاء الطلاب والطالبات الفصول الأربعة لدي الصيف يليه الخريف لدي أيضا الشتاء والربيع صورة للفصول الأربعة ولكني أريد فصلا واحدا اخترت فصلا الربيع أريد فقط صورة فصلا الربيع ماذا عن بقية الصور؟ أريد أن أقوم بقصها كيف أقوم بذلك؟ هيا نرى تطبيق الصور على ويندوز يتيح للمستخدم تحرير الصور وإجراء ماذا؟ التعديلات نستطيع أن نعدل على هذه الصور أيضا من خلاله نستطيع التحكم في حجم الصور كبيرة أو صغيرة كذلك نستطيع إزالة وقص الأجزاء الغير مروب فيها من هذه الصور كذلك يمكن تغيير اتجاه الصورة نستطيع أن نغير اتجاهها وهناك تعديلات كثيرة حيث التي تظهر الصورة بشكل جميل وأفضل دعونا نرى كيف يمكن إزالة أي جزء في الصورة عن طريق قص أي جزء لا نرغ في وجوده هيا نرى على هذه الصورة صورة الفصول الأربعة ولكن كيف أعثر عليها؟ كيف أعثر على برنامج الصور في جهاز الحاسب درسنا الماضي؟ كيف أعثر على برنامج الصور؟ من خلال؟ أحسنتم من خلال خيار البحث الموجود؟ أحسنتم أسفل سطح المكتب ماذا أكتب؟ فوتوز أو الصور كما نرى فيظهر لنا البرنامج تطبيق الصور صور أو فوتوز بعد ذلك أبحث عن الصورة التي أريدها ماذا كانت الصورة التي أرغب بها؟ أحسنتم الفصول الأربعة هذه صورة الفصول الأربعة أضغط عليها بعد أن أضغط عليها تظهر لي هذه الخيارات كما ترون من خلال خيار قص وتدوير في الأعلى أضغط على الصورة فظهرت لدي هذه الخيارات أختار قص وتدوير بعد خيار قص وتدوير أبدأ باستخدام الفأرة تعلمنا كيف نستخدم الفأرة للسحب الإطار على الصورة التي نرغب بها كما ترون نقوم بالسحب حتى نصل إلى ماذا؟ إلى صورة الربيع أو الصيف الربيع بواسطة الفأرة نقوم بالسحب إلى أن نصل إلى صورة أو إلى جزء فصل الربيع بعد ذلك كما ترون سوف يقوم بحفظ أو بقص هذا الجزء الذي لا نرغب به إذا اخترت الإطار الجديد أنا الآن اخترت هذه الصورة أنقر على ماذا؟ حفظ أين خيار حفظ؟ كما نرى في الأسفل أنقر على خيار حفظ ماذا يحدث للصورة؟ نراها كاملة الآن لاحظنا أن الجزء الذي قمنا بقصه قد اختفى وبقي لدينا فصل الربيع هكذا قمنا بقص هذه الصورة وأخذ الجزء الذي نريد أن نستفيد منه مرة ثانية أختار أبحث عن برنامج فوتوز أو صور من خلال الخيار بحث كما ترون في الأسفل بعد ذلك من فوتوز أختار الصورة التي أريدها قلنا أحسنتم الفصول الأربعة بعد ذلك بواسطة قص وتدوير أخترت قص وتدوير أقوم بالسحب إلى أن أصل إلى الجزء الذي أريده قمت بقص الجزء الذي لا أرغب به بعد ذلك أختار خيار حفظ كما ترون وفي الأخير تظهر لي كما نرى الصورة كاملة تعلمنا كيف نقوم بقص الصورة ماذا عن نشاطنا ضع العلامة الصحيحة لا يمكن قص الجزء الذي لا نرغب فيه من الصورة هل هذه الجملة صحيحة أننا لا نستطيع قص الجزء الذي لا نرغب فيه هذه العبارة خاطئة نستطيع أن نقوم بقص الجزء الذي لا نرغب فيه أيضا نختار الإجابة الصحيحة هل تم قص هذه الصورة لدي تفاحة كاملة كما ترون فأصبحت نصف تفاحة تفاحة كاملة فأصبحت نصف تفاحة هل تم قص هذه الصورة نعم تم قص هذه الصورة إذن تعلمنا كيف نقوم بقص الصور من خلال البرنامج لدي الآن نشاط صغير على صبورتي نضع العلامة المناسبة هيا نقرأ الجملة حتى نضع العلامة المناسبة يتيح تطبيق الصور على ويندوز للمستخدم تحرير الصورة وإجراء التعديلات عليها قلنا التعديلات نستطيع قص الصورة أيضا الجزء الذي لا نرغب فيه نستطيع بقصه هل صحيح يتيح تطبيق الصور على ويندوز هذا الخيار إجراء التعديلات على الصورة نعم هذه العبارة صحيحة أي علامة أضع إذن صح أم خطأ أحسنتم أضع العلامة صح إذن فعلا يتيح تطبيق الصور على ويندوز للمستخدم تحرير الصور وإجراء التعديلات عليها في الأخير لدي توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشتيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه تعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر